المحلل السياسي المحلل السياسي المحلل السياسي وربط ذلك بدور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جميع هذه محاولات قطرية قبل النظام القطري تشابه إلى حد كبير موقف النظام القطري أساسا من باقي دول المجلس التعاون الخليجي وبالتالي النظام القطري يحاول أن يطعن في المنظومة بأكملها ونحن نعلم أنه صلط منصات إعلامية مثل قناة الجزيرة مختلف المنصات على تويتر على الإنستجرام وغيرها من وسائل الإعلام أيضا حتى على التليجرام في محاولة تشويه صورة مجلس التعاون الخليجي كمنظومة في أوروبا وفي شمال أفريقيا وفي دول في أمريكا الهدف من ذلك هو محاولة ظهار قطر أمام المجتمع الدولي بأنها هي الطرف المظلوم المستهدف في هذه المنظومة التي تعج بمجموعة من الظلمة هذا ما يحاول النظام القطري أن يبينه أو يصور للمجتمع الدولي ولكن من المهم جدا اليوم أن هناك رج واضح وصريح من قبل الأمان العامة لمجلس التعاون الخليجي على كل هذه المحاولات العبث القطرية تجاه الأمان العامة واتجاه دول مجلس التعاون الخليجي النظام القطري يحاول من خلال هذا الاستهداف حرف القضية عن مسارها الفعلي وهي أن هناك مطالب محددة مطلوب تنفيذها من قبل النظام القطري من أجل إغلاق ملف أزمته التي يعانيها استهداف أمين عن مجلس التعاون الخليجي ومنظومة دول مجلس التعاون الخليجي سوف لن تفيد النظام القطري في شيء وسوف لن تساعده في شراء المزيد وكسب المزيد من الوقت إلى أن يحين موعد القمة لأن أتصور أن مملكة البحرين وباقي دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات حزمت أمرها فيما يتعلق بالمشاركة في هذه القمة وإن كانت البحرين رفعت صوت عاليا فيما يتعلق بموقفها بشكل واضح فكل ما يقوم به نظام القطري الآن سواء إعلاميا حاولة استهداف الأمين العام في شخصه الأمان العامة تشكيك في دور مجلس التعاون الخليجي استهداف دول مجلس التعاون الخليجي بشكل فردي من خلال الإعلام القطري وتحديد القناة الجزيرة لن يغير مسار القضية الفعلية ألا وهي دعم النظام القطري للإرهاب ومطالبة النظام القطري بأن يتوقف عن دعم الإرهاب وتدخليه في شؤون الدول الأخرى نحن في البحرين على سبيل المثال مؤخرا فقدنا أحد رجال الأمن استشهد بسبب عملية إرهابية نفذها عدد من الإرهابيين في البحرين وهناك ملفات فتحت سابقا عن وجود أموال قطرية تأتي لدعم هذه الجماعات داخل البحرين بهدف التعرض للرجال الأمن وإسقاط أكبر عدد ممكن منهم بهدف إظهار المجتمع البحريني والوضع داخل البحرين بأنه فاقد للسيطرة كل هذه الأمور التي يعاني منها النظام القطري والتي فضح بشأنها النظام القطري في مختلف وسائل الإعلام لن يؤدي استهداف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والأمان العامة إلى حرف القضية عن نصارها يعني دولة قطر الآن تهاجم الأمير العام وتتهمه بالتنصل من مسؤولياته أمام حل الأزمة نحن لم نجد من قطر توجه إيجابي نحو حل الأزمة أصلا فعلى ماذا تعول قطر في هذا التدليس؟ إذا كانت قطر قد أضرت وأسقطت حتى المبادرة الكويتية الوساطة الكويتية والتي تقدم بها سمو الأمير الصباح بهدف حل الأزمة القطرية مع جيرانها إذا كان النظام القطري لم يحتنم هذه المبادرة بل قام بإفشاء كل ما يتعلق بهذه المبادرة منذ اليوم الأول وأكثر من مرة فكيف يعول على أن يطلب من أمين عمد استعاون خليجي أن يقوم بحل هذه المسألة إذا كانت قطر أساسا لم تستجب لمطالب أو الوساطات التي قدمت في هذا الجانب من قبل أمير دولة الكويت وأيضا مختلف الفرص التي يعطيت للنظام القطري سواء الآن أو في مرحلة سابقة في عامي 2013 و2014 كل هذه المحاولات ومع أن النظام القطري وقع بصفة أمير الدولة على الاتفاقات إلا أنه قام بنقضها وبالتالي محاولة إقحام أمين عمد استعاون خليجي هو نوع من العبث إذا كانت قطر لم تستجب أساسا لمطالب الأمراء والقادة في المنطقة فكيف سوف تستجيب لأمين عمد استعاون خليجي هذا عبارة عن عبث تمارسه النظام القطري لن يؤدي كما قلت إلى حرف المسألة عن مسألة سمعنا أصوات إيرانية تدعي بأن مجلس التعاون يقف ضد دولة من دولة أو بهذه التعريفات أو بهذه التصريحات في الوقت الذي تهاجم فيه قطر مجلس التعاون برمته وصفة شخصية الأمير العام لمجلس التعاون كيف تصف هذا التناغم؟ طبعا بات من المعروف والمكشوف علاقة النظام القطري بنظام إيراني وإذا كانت البحرين تعاني من تمويل يعني تمويل قطري لجماعات إيرانية في البحرين تمويل قطري لجماعات إيرانية في المملكة العربية السعودية دعم قطري للمواقف الإيرانية السياسية إذا كان النظام القطري أساسا يصف إيران بأنها دولة أو نظام حكيم ودولة شريفة مثل بين مزدوجين كما يقولون من الواضح أن العلاقة التي كانت في السابق من تحت الطاولة باتت علاقة مكشوفة وطفت إلى السطح وبالتالي أيضا هذا ليس أمرا مستغربا يعني الآن نحن نعلم أن النظام القطري مرتمي في الأحضان الإيرانية ويرتمي أيضا في أحضان إقليمية أخرى وكما قلت كل ما ينجم عن النظام القطري وما يبدو عن النظام القطري من عمليات تهويش سوف لن تؤدي إلى حل هذه الأزمة حل الأزمة التي يعاني منها النظام القطري وفك المقاطعة عنه وعودة العلاقات إلى ما كانت عليه يكمن في التوجه إلى الرياض والاستجابة للمطالب الثلاثة عشر نعم المحلل السياسي الدكتور محمد بارك جمعا شكرا جزيلا شكرا